قبل قليل انتهى المؤتمر الصحفي هنا في مركز شرطة السعدون في قلب بغداد تحديدا في منطقة البتاوين هذا المركز الذي شهد مؤتمرا صحفيا للقيادات الامنية التي اعلنت عن بداية عملية امنية مفاجئة هنا في منطقة البتاوين ابتدأت في الساعة الخامسة فجرا وما زالت وقائعها مستمرة في هذا المكان اشتركت في العملية جميع مفاصل وزارة الداخلية قوات الشرطة مكافحة الجريمة المنظمة مكافحة المخدرات اعلنت الوزارة في هذا المؤتمر الصحفي عن حصيلة اولية القبض على 207 مخالف تتضمن هذه المخالفات متاجرة بالعضاء البشرية ومتاجرة بالمخدرات وايضا مذاخر وصيدليات غير مرخصة وفنادق ايضا وزارة الداخلية قالت ضمن جهودها المستمرة في هذا المكان بان العملية سوف تستمر وسوف تشمل بها مناطق اخرى في العاصمة بغداد الرسالة التي ترغب وزارة الداخلية في ايصالها خلال هذه الجهود هي رسالة امنية ومعنوية في ذات الوقت تعبر عن الاستقرار الامني الذي تعيشه بغداد ومكافحة الجريمة قبل وقوعها لطالما وصفت وزارة الداخلية هذه المنطقة بانها محاطة بشائبة امنية ومحاطة ايضا باتهامات لوجود عصابات تمارس عملها بالخفاء ضمن اروقة هذه المنطقة لذلك هي عملت بالشروع بعملية امنية سوف تستمر لعدة ايام كما اشرت لمكافحة كل النشاطات المشبوهة في هذه المنطقة على الحديد قناة الفلوجة بغداد